وسط جدل كبير يثيره الانسحاب العسكري للقوات الأمريكية من العراق تذهب بغداد لتشكيل لجنة فنية مهمتها التنسيق مع واشنطن لجدولتها عادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق شريطة أن يكون ذلك وفقا للحوار الستراتيجي بين حكومتي البلدين أعتقد الموضوع حسن بعملية سحب هذه القوات سواء كان ترامب أو حتى إذا جاء بايدن فأعتقد أن هذه القوات سوف تسحب يرى خبراء أمنيون أن جدولة خروج القوات الأمريكية من العراق وتقليص عدادها إلى ثلاثة آلاف مقاتل وخبير عسكري لا تعد كونها ورقة انتخابية ومسألة يستخدمها المرشحون للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة سيقلص العدد إلى ثلاثة آلاف هذا قرار داخلي أمريكي اتخذه ترامب أمام الشعب الأمريكي ويحاول تسويقه قبل الانتخابات الأمريكية حيث يحاول أن يكسب الرأي العام الأمريكي وفي ظل هذه الأجواء ثم تجدل سياسي عراقي حول من سيملأ الفراغ الأمني الأمريكي في حال سحب قواتها تشير بعض المعلومات إلا أن هناك اتفاقا بين واشنطن وبغداد يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من ثلاثة عشر موقعا من العراق على أن تبقى هذه القوات القتالية في موقعين فقط ومعسكرين أحدهما في بغداد والآخر في أربيل من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضل الغد